وإذلك أهل العلم قالوا نجعل الحد هو تعريف الكبيرة إذا عرفنا الكبيرة بعد ذلك أي ذنب يدخل تحت هذا التعريف فاعتبروا كبيرة لا يدخل تحت هذا التعريف فليس بكبيرة فقالوا الكبيرة كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن كل ما جاء فيه عذاب عقوبة في الدنيا أو لعن أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة هذا تقريبا أقرب الأقوال والله أعلم